السلام عليكم معكم احمد حتاحد بالفيديو اليوم هنتكلم عن تطبيق جديد لدالة VLOOKUP وهذا التطبيق مهمته انه ابحث عن اكتر من قيمة دالة VLOOKUP تبحث عن قيمة واحدة طب فين ابحث عن اكتر من قيمة يعني مثلا ان هوندي اعمل اخد اسم الصف لبكر اسم الاول وغياس اسم الاخير طب لو كتبت VLOOKUP عملت LOOKUP VALUE عملت فاصلة ما في LOOKUP VALUE 2 او 3 او 4 في رأسا التابل اللي بدور فيه فكيف ممكن ابحث عن اكتر من قيمة بحيث ما يطلع لأرور حتعرف اليوم على استخدام جديد لدالة اسمها دالة AND اللي هو شفت سبعة اختصارة شعار AND يعني فانا لو اجيت على الصف كتبت VLOOKUP بحث لي عن اسم الاول AND الاسم الاخير سبتهم طبعا بعدين التابل طبعي هو هاد انا بدي من هون يبلش لانه لازم اول عامود يحتوي على عامود المعلومات اللي انا بدي اها بس يمين SHIFT CONTROL مع يمين ولا تحت تحدد التابل طبعي بعدين فاصلة الكلام اللي بدي اياه الصف اللي هو رقم ثلاثة الرينج بدي اياه exact match مطابقة تامة بسكر القوس مع ENTER بطلع لي خطأ NA مع انه بكر وغياس ليكو موجود ضمن الصف الثاني الشعب الثاني لانه هو VLOOKUP لو عملنا للLOOKUP VALUE F9 لاحظ شاف بكر غياس بخلية واحدة مو بخليتين فكيف ممكن اني ارفع كفاءة VLOOKUP لتبحث عن شرطين بوقف ضمن اول عامود عندي هون ولو يساوي الاسم الاول AND الاسم الاخير طلع لي ولو شديت الى تحد لهون بلاي يعطاني اسماء وبالحالة صار عندي اسم بكر غياس ليكو مثل ممكتوب ضمن دالة VLOOKUP فنحنا شو حنا عملنا اضافة عامود هاد العامود فيو AND شان يعطيني القيمة الجديدة اللي حتبحث عننا VLOOKUP فهو تقول له VLOOKUP بحث لي عن هالقيمتين بس الفرق انه هتبلش البحث ضمن الرانج الجديد من هون بيبلش فاول شي هعمله انه هكتب هون الاسم سمي العامود بعدين هعمل ضمن الـ table resize table وزود له عامود واحد غير من P ل A او ممكن ايم الرانج كله وحده من اول وجديد من هون control مع shift يمين بلا تحت بلا اوكي فبالحال نضم هاد العامود للجدول حوقف ايميل فلتر حوقف على هاد العامود عفوا نوقف دالت VLOOKUP قل له الـ table array تبع الجديد هو هاد وقل له انتر فبالحاله رأسا نجب لي بكر بس نحنا بدنا العامود التالت هشو بعمل هلا بها الحالة صار بدنا العامود 1 2 3 4 5 بدنا العامود الخامس طبعا فين اعوض على هاد الكلام دالت column نحنا بالعامود اللي واقفين فيه هو القيمة الخمسة اللي بدنا ايها فما نضطرين لا نجمع ولا نطرح ارقم عفوا نكا بس تسكيب حيضغط انتر بيظهر عندي الصف الثاني تمام بيستحب على اليمين بيظهر عندي المعلومات كاملة طيب هاد الجدول هاد العامود اللي انا ما بديها ممكن عامله اخفاء بسيط عن طريق يحدده غير لون الخط الابيض وغير لون خلايا الابيض او ممكن حطه نوفيل وحتى ايميل بوردر فخلاص صار كأنه عامود عادي الحالة صار عندي عامود هاد العامود وهمي تقريبا عن طريقه مستخدم دالة الفيلوكاب فانا وضيف اي شخص اضيف اسم الاول والاخير مثلا رقم 5020 الاسم محمد الاحمد الصف السادس الشعب الرابع ما بيهمني العلامات حق بس عال بيست سبيشال فاليو برأس انت الصف السادس الشعب الرابع وعلاماته صفار هاد الشخص كان غيابي يمكن فرأسا بلاحظ ان هاي الدالة انتقلت وعمل الاند اللي بدي اياها ورأسا ضمن ضمن الفيلوكاب هاد كان درس اليوم بحث عن اكثر من شرط ضمن دالة فيلوكاب اتمنى تكون استفدتوا منو كما كان احمد حتاحت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة